نبدأ من تونس التي تشهد عاصمتها مسيرة دعا إليها الحزب الدستوري الحر لمواجهة سيطرة الإخوان على البرلمان منعت قوات الأمن المتظاهرين من الوصول إلى أمام البرلمان وقال الحزب الدستوري الحر إن المسيرة أو عفوا المسيرة تأتي إثر الانتهاكات الخطيرة والانحرافات غير المسبوقة التي يشهدها البرلمان نتيجة تغول راشد الغنوشي وأغلبيته البرلمانية والتعسف في استعمال السلطة داخل هيكل المجلس وطالبت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي طالبت برحيل حكومة هشام لمشيشي كما طالبت أيضا خلال المسيرة الاحتجاجية بإسقاط راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان أحنا لهنا تحرير المجلس إسقاط الغنوشي رحيل حكومة المشيشي طوا نحبوا حكومة وطنية اللي أحنا نختاروها ما تكون عندها حتى علاقة بالخوانجية والفشلة يرحلوا والمدمرين يرحلوا والمجرمين يرحلوا والشعب يسترجع القوة متاعه نعودوا نصلحوا المؤسد ونصلحوا الاقتصاد ونخفضوا في الأسعار ونعودوا نبنيوا تونس احنا هنا ماناش مروحين كل الوطنيين التحقوا بينا التحقوا بينا ما تخافوش من العسكرة متاحهم ما تخافوش من بوليسية متاحهم ما تخافوش من الجيش المعبتينوا لهنا معنا الآن من تونس الكاتب والبحث السياسي منجي الخضراوي أهلا وسهلا بك لسكاي نيوز عربية بداية لماذا انطلقت برأيك هذه المسيرة في هذا التوقيت لماذا الاحتكام إلى الشارع والاعتصام خصوصا وأن الدستور الحر جرب الاعتصام أيضا داخل البرلمان سابقا يعني بداية لابد أن نفهم أن المشهد السياسي في تونس تشكل على أثر انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وأن الموجودين الآن في البرلمان سواء من الأقلية أو الأغلبية أو بالنسبة لرئيس الجمهورية هناك إجماع لأنه تم انتخابهم بشكل ديمقراطي بما في ذلك السيدة عبير موسي وكتلتها أو حركة النهضة أو قلب تونس أو حتى إتلاف الكرام هذا هو المشهد السياسي التونسي المشهد السياسي في تونس هو انعكاس للتناوع والواقع الموجود في تونس هذه حقيقة لا بد أن نعترفها بها يعني هؤلاء لم يأتوا من المريخ جميع الأطياف السياسي الاحتكام للشارع عندما لم تتوصل بعض القوى إلى فض الإشكاليات داخل البرلمان ومعروف أن في الديمقراطيات كل الإشكاليات تحل داخل البرلمان ويمكن الاستئناس للشارع وهذا مضمون دستورا للضغط على البرلمان ما تقوم به السيدة عابير موسي يأتي ضمن المصار والسياق والمسيرة السياسية التي تشهدها تونس والتي تسعى إلى مراكمة تجربة ديمقراطية على الطريقة التونسية فيها ما هو مرتبط بالشارع وهذا أيضا معمول به وفيها ما هو مرتبط بالبرلمان المهم أن لا تنحرف هذه الاحتجاجات إلى العنف طيب أين يمكن وضع هذه الاحتجاجات؟ عفوا في الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها تونس في الخلاف بين الرئاسة وبين الحكومة ورئاسة البرلمان لأنه يبدو كأن الخلاف الأساسي هو بين الرئيس وبين المشيشي الرئيس ورئيس البرلمان أين يمكن وضع هذه الاحتجاجات هنا في هالمشهد؟ يعني في تونس وهذه حقيقة لا بد أن نعترف بها أن الأزمة السياسية لم تنعكس على مستوى أداء الدولة بمعنى أن رئيس الجمهورية مؤخرا استقبل سيد إيشام المشيشي سواء بصفته رئيسا للحكومة أو بصفته وزيرنا الداخلية مؤقتا رئيس الجمهورية عندما توجه إلى ليبيا عقبته زيارة رئيس الحكومة رئيس الجمهورية عندما توجه إلى قطر عقبته زيارة رئيس الحكومة بما معنى أن الخلاف السياسي الموجود الذي يتم أو تتم عملية تجسيده داخل البرلمان سواء من خلال مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية أو غيره من الخلافات لم يثني سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة عن الدفع نحو مصارات تقدم الدولة بمعنى هناك نحن إزاء مصارين المصار السياسي وهو حسب التنوع وحسب الاختلاف الموجود يعتبر عاديا إزاء هذه الاختلافات والمسيرات ومعارضة وحكومة هذا هي الأنظمة الديمقراطية أما في مستوى أداء الدولة مؤسساتها لا أحد بإمكانه أن يتلاعب بأجهزة الدولة مهما كان هذا الشخص سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان أو عبير موسي الجميع يستوي أمام الدولة لأنه في تونس هناك مراكمة منذ أول دستور 1861 إلى اليوم هناك مراكمة لمنطق الدولة يعني حتى في الثورة عندما انهارت السلطة وبقيت تونس لمدة يومين دون حكومة ودون السلطة ودون أجهزة أمن كانت الدولة تسير اليوم نحن إزاء دولة قائمة بمؤسساتها رغم التهديدات التي لحقتها في سنوات 2011-2012 ولكن الاختلاف السياسي متواصل وهذا أمر محمود في اعتقاده أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من تونس الكاتب الباحث السياسي منجي الخضراوي